الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين السطر من أعظم ما يعطى للعبد ومتى سطر العبد غيره فليعلم أنه على خير قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحياء والستر متى سطر الإنسان غيره ووقفت الفضيحة عنده فلم تنقل بل ماتت لم ينقلها كغيره بل ماتت عنده فليعلم بأنه جلب لنفسه سطر ربه كلنا عيوب وكلنا زلات لكن هناك من يفضح فيفضح وهناك من يستر فيستر الإمام الحسن البصري يقول أدركت قوماً ليس لهم عيوب وجهاء فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبه ورأيت قوماً لهم عيوب فستروا عيوب الناس فستر الله عليهم عيوبه كما تستر تستر قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة يسير وهو به من العيوب ما لا يعلمه إلا الله لكنه من الوجهاء لا يرى منه إلا الجمال لأنه ستر فسثر في الدنيا أما في الآخرة فيقرأ كتابه فيرى ما قدمه بيده ثم يستر عليه ويكون من الفائزين قال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله في الدنيا والآخرة بل من عجيب ما يروى في ذلك على عهد نبي الله موسى أنه توقف المطر فأصيب الناس بالقحت لم ينزل المطر فلا زرع ولا ماء كادوا أن يموتوا جميعا فخرج سيدنا موسى في ملأ من بني إسرائيل من أعظم ما يكون في العدد إلى الصحراء يتقربون إلى الله ويدعونه عسى أن يستجيب لهم يدعون فلا يستجاب وتتفرق الغيوم إذن فلا مطر فعلى غير العادة لم يستجب لهم فلجأ نبي الله موسى لخالقه يا رب دعونا فلم يستجب لنا فتكون أو فيكون الرد يا موسى فيكم عبد يعصيني منذ أربعين سنة مره فليخرج ومن عظيم جميل ستر الله لهذا العبد لم يعينه بل قال مره فليخرج عساه أن يتوب فيسدل عليه الستر فنادى نبي الله موسى فيكم من يعصي الله منذ أربعين سنة فليخرج قالها في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة فلما أيقن هذا العبد أنه المراد إن خرج فضح وإن لم يخرج هلك هو وقومه فما كان منه إلا أن وضع رأسه في ثيابه وقال إلهي عصيتك أربعين سنة فسترتني وقد تبت إليك فأنزل المطر يا كريم فها هنا نزل المطر قبل أن يخرج فتعجب سيدنا موسى ومن معه يا رب ما خرج أحد وقد نزل المطر قال له يا موسى لقد سقيتم بالذي منعتم به سقيتم بهذا العبد الذي تاب إليه قال من هو يا رب قال يا موسى عصانا فسترنا أفإن تاب إلينا فضحنا ستر أمره عظيم عند رب العالمين ولذلك حرم الله جل وعلا الذين يشيعون الفواحشة والأقوال التي لا تليقوا لا على أنفسهم ولا على غيرهم فقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بل نادى النبي صلى الله عليه وسلم بنداء غير المعهود على هؤلاء الذين يفضحون فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته فاللهم استرنا يا كريم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اشتركوا في القناة